لو شغلت أحلام ومزودة أو هامل خليك معي أو كلمين على الخاص مع نورهان حلمك هيتفسر بإذن الله ويكون خير ويتفسر ويتحققك ومعنا أحلامك الحلوة هتتقرق والوحشة هتنسيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير رؤية إن الميت يعطيني ساعة أو يأخذ مني ساعة رؤية تفسير الساعة سواء أخذتي أو أعطيتي للميت لها بعض المعاني التي يعتقد منها أنها تدل على الخير والبعض الآخر يعتقد أنها شر ولكن هتعرف التفسير الصحيح والمهم جدا من خلال هذا الفيديو لو إن الميت أعطاك ساعة معطلة اعرف إن وقتك خلص أو اعرف إن وقت حدي مقرب إليك خلص فده معناته اقتراب أجل الرأي أنا مش عايزة أخوفك ولكن ليها رمز تاني علشان أطمن قلبك لو رأيت إن الساعة معطلة أو مكسورة اعرف إن الميت بيقولك خد تحمل مسئولية كبيرة جدا وأمور صعبة جدا هتتمنى إن حياتك تنتهي ولا إنك تمر بالأمور دي فلنقدر نعمله إن إحنا لو أخذنا ساعة مقصورة أو معطلة من الميت إن إحنا نخرج صدقة فورا ولا نحكي الرؤية لحد طيب هتقول لي الميت سرق مني ساعة يبقى كرسة الرؤية دي هتبقى كرسة لو أي حد شافها يبقى برضو لو الميت سرق منك الساعة يبقى سرق طموحاتك سرق أحلامك سرق كل الأمنيات اللي حضرتك كنت بتتمناها فده معناته سوء أحوالك فإعرف هنا بإنك لازم تخرق صدقة وأيضا لا تفسر الرؤية للآخر رؤية الميت يعطي للرأي ساعة فهنا الرؤية بتدل على أن صاحب الحلم قادم لي خير ورزق هو مستنظر أما لو الميت أخذ منك أنت ساعة أو طلب ساعة فهو بيطلب من وقتك أنك تدعو له وتطلع لي صدقة كمان لو رأيت أن الميت أخذ منك ساعة غصب عنك اعرف أن في أشياء هتزعجك جامد جدا وربما كمان الشخص عزيز سيتوفاه الله أي رؤية تخص رؤية أخذت أو أعطيت للميت اكتبها لأسفل التعليقات ترجمة نانسي قنقر